فيديوهات تحسين الايم اكثر شي مطلوف في القناة وما اقدر صراحة ان اعلمكم لان الايم شي كثير مهم وكثير احياني يكون اهم من البناء بكثير معكم سيراي واليوم اشوفكم كيف تقدروا تدرب وتحسنوا من ايمكم بالاضافة للأدت او التعديل على البناء قبل ما نبدأ المقطع فلا تنسى للشراك لان انشير فيديوهات النصايح بشكل مستمر وفعلوا الجرس عشان مايفوتكم مقطع ويلا نروح للفيديو في البداية طريقة هذي متوفرة الفترة محدودة يعني الحقوا على التدريبات هذي لانها رح تنشال عن قريب روح لطور الكرياتف وعند جزيرة البداية بتلاقي ان فيه اربع جزر جاهزة غير جزيرة كنتا وهذه فعالية من اللعبة عشان زيد المتعة الاربع جزر هذي امنها تكون العاب للتدريبات او العاب عادية ومعنى على حفظنا الجزيرة اللي على اليمين واللي مكتوب عليها ايم اند ايدت براكتس تدريبات للأيم والتعديل روح لدخل لهذه الجزيرة وراح نبدأ تدريب اول ما توصل افتح القائمة اللي عندك واضغط على ستارد جيم عشان تقدر تبدأ تلعب وتتدرب طبعا وانزل لتحت وراح تلاقي صندوق افتحه وبتلاقي سلاحين سكار عادي وسكار كاتم اختار اللي يعجبك وبتشوف انه فيه لوح كبير وعليه مكعبات حمرة المكعبات هذي تتكسر من طلقة وحدة فاريدك تتدرب على هذا التدريب انك تأيم تطلق وبعدها تشيل ايمك اللين المربع الثاني نفس ما انه اسوي بالضبط وكمل اللين ما تكسر كل المكعبات لما تخلص التدريب الاول واللي بيفيدك بالحساسية بشكل كبير انتقل لتدريب الثاني واللي هو البلوم او الانتشار واللي بعلمك كيف تتحكم بالرشاش لما تطلق باستمرار وبتلاقي صندوقين هنا فيهم كثير اسلحة واختار اللي يعجبك امسك نوع من الرشاشات انت مو متعود عليه مثل الايكل الجديد وابدأ اطلق بشكل مستمر بدون ما توقف من جهة لجهة وحاول تتحكم بطلقات الرشاش قدر الامكان بيكون شي صعب في البداية بس رح تتعلم وتقدر تغيل السلاح ثاني وتكرر التدريب ورح يفيدك كثير ترجمة نانسي قنقر التدريب اللي بعده تدريب للسنايبر واللي اللي اين بالسنايبر افتح الصندوق وبتلاقي الانواع ثلاثة وبتشوف ان فيه برجة على طول جنبك اطلع له وبتاخذ رؤية افضل وابدأ اضرب الاهداف بالسنايبر طبعا ماعرف ليش ضربات الهيد تنحى سبكانها بادي بس على اي حال حاول تركز تصويبك على الهيد واضرب الاهداف الثابتة التدريب اللي بعده احلى تدريب للتصويب بالشوتقن بالاضافة للتعديل او الايدت بيكون في جنبك تايمر او مؤقت لو تيتد حد نفسك بالتوقيت المهم اختار الشتقن اللي يعجبك وادخل للمتاهة هذي وبتلاحظ ان فيه مكعبات حمرة واللي كنا نتدرب عليها من قبل هنا راح تتخيل ان المكعب هو لاعب وتبدأ تسوي ايدت بالنوع اللي يعجبك وتضرب المكعب هذا انصحك تنوع بين ايدت المثلث والادت العلوي وبين انك تفتح شباق وراح تستفيد كثير وفيه كمان الاهداف الثابتة اللي تطلق عليك وتقدر تتخيلها كخصم وتبدأ تبني سلم وتسوي ايدت وتضربه بيكون شي مرة مفيد طيب خلاصا تدريبات التصويب بكل انواع الاسلحة والحين ننتقل للإيدتة والتعديل وعندنا هنا هذا التحدي واللي جاي على شكل حلبة المهم هنا تدفنن على كيفك وتسوي اي نوع تريده من الإيدت اهم شي انك تمر من الحلبة بشكل كامل وطبعا حاولت صعب الامور على نفسك شوي وكل مرة تجيب سكور افضل من اللي قبل اخر تدريب للإيدت واللي تلاقي على جنبك على طول هو تدريب للمرور السريع هنا لازم تمر بسرعة من الجنران باستخدام الإيدت اللي تريده بس انا فضل المثلث سوي مرة على اليمين ومرة على اليسار وكل ما تغلط مرة واحدة يعيد من اول وفي شيء اضافي كمان لو دخلت مع صاحبك فهذا مكان حلو عشان تلعبوا معارك بناء مكان جاهزوا فيه كل انواع الاسلحة وكمان لوحد سكور او نقاط شيء مرتب ومسليه سوتلكم هذا المقطع لانه في كثير متابعين مش انا بس امهم تعبان كمان يقولون انهم لما يتدربوا يحسوا بملل كبير مرة انه مملة تدريب وانا فاهم هاي شيء لها السبب سوتلكم هذا المقطع لانه تدريبات اللي في كثير مسالية وما رح تمنلوا ابدا هذا الكل فيديو اليوم حبيت اقدم شكر كبير للي استخدموا كود المجر الخاص بقناتي بسببكم انتو دعم القناة زاد وطراحة انتو افضل المتابعين لانكم بجدد تقدروا المجهود والتعب مشكورين وما قصرتوا ابدا لا تنسوا زر اللايك لو عجبكم المقطع وليشراك بافضل قناة نصائحة عربية للعبة فورتنايت واشوفكم في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة